موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إحلم الشخص الناجح هو اللي بيصنع الفرصة ويبدأ في أي وقت علشان كده ابدأ دلوقتي والخطوة هتجيب خطوة أكبر والنجاح هيحصل تعالوا نشوف ضيفة حلقتنا النهاردة إزاي قدرت تحاول حلمها لحقيقة ونعرف أسرار نجاحها كصانعة محتوى لتطوير النفس ومساعدة الآخرين إنهم يعيشوا حياة صحية أفضل موسيقى اشتركوا في القناة ضيفة حلقتنا النهاردة هي طبيبة ومعالج معرفي سلوكي وصانعة المحتوى دكتور مها جرايدي أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا نورونا عايشك برسي عايشك دكتور مها أنا عايزة أتكلم شوية عن طفولتك لأن بصراحة بالنسبة لي it's very interesting لأن أنت قلتي لي أن أنت من وانت صغيرة وانت عندك معرفة بمشاعرك عارفة مشاعرك هي إيه لأن لحد الوقت إحنا ممكن نقابل حد كبير ومش عارف الفرق ما بين الغضب ولا الخوف ولا الزعل فكلميني كده إزاي وانت صغيرة كان عندك الوعيدة تمام بصي أنا أعتقد أنه البيئة اللي أنا نشأت فيها تمام كانت بيئة جميلة جدا عارفة أنا المدينة اللي أنا كنت فيها هي في شمال الغربي التونسي اسمها نفزة تحسيها كده جنة على وجه الأرض يعني هي مش مدينة كبيرة صغيرة خالص فأنا كنت مرتبطة قوي بالطبيعة فهمها اللي أنا فتحت عناية لقيت نفسي ما بين جبال وفيه ليك جنبنا وفيه برضو من هناك بحر فتحسي أنه لما تكوني على طبيعتك جدا وكذلك يعني مرتبطة بالطبيعة لازم تكون الجانب العطيف اللي فيك قوي جدا الحياة كلها كانت بسيطة اللغة اللي احنا بنتكلمها هي لغة مشاعر فهمها؟ حب يعني communication ده كان الكي بتاعنا كلنا مش أنا بس فبالتالي أنا البيئة اللي أنا تربيت فيها هي اللي كانت الكي أو المفتاح الأساسي اللي خلاني أكون مرتبطة بالمشاعر بتاعي لهذه الدرجة طيب ودلوقتي بقى كطبيبة نفسية إيه أهمية إن الواحد يعرف مشاعره ويعرف نفسه؟ مهم جدا ليه؟ أغلب الوقت يعني بصي أغلب مشاكل الإنسان مرتبطة في مشكل واحد بس مشكل لغوي إزاي؟ إن إحنا بنكونوا حاسين بمشاعر كيبية جدا تمام؟ وغرقانين جواها ومش عارفين نسميها إيه؟ ده بتكون لك معضلة يعني أنا مش عارفة أنا حاسس بإيه؟ تسألي أي حد كده متلاقيه مثلا غطبان أو مثلا مكتئب أو مش كويس؟ إنت مالكه أنا مش عارفة؟ مش عارف مالي؟ أول ما كده تعودي معاه أو أنا مثلا خلال الجلسات بقعد معاهم بشويش بشويش كده لحد ما نلاقي مثلا وصف يصف ذلك الشعور ما تتخيليش قد إيه؟ يحس بريليف الإنسان عموما بيحب إنه الألم بتاعه يكون متشاف لما أنا أبص الألمك وأعرفه وأي ركيجنيزت وأسميه وأساعدك إنك أنت تسميه نص المشكلة تحلت طيب واللي ما بيبقاش قادر إنه هو يروح لثيرابي أو إنه هو مش بيعرف ما بيعرفش يتكلم حد قوي لكن عايز يعرف نفسه والأهالي اللي عايزة أولادهم يعرفوا نفسهم أكتر أو مشاعرهم ويسموها يقدروا يعملوا إيه عشان يقدروا يساعدوهم إن هم يناموا ده عشان ما يكبروش بعد كي يقولوا أنا مش عارف أنا حاسس بإيه تمام بصي أول حاجة مهمة جدا إنه الطفل لما بيكون متربي في أسرة بتسمح للتعبير بتخلي الطفل على راحته تمام مفيش مشاعر يتلام عليها تمام ده في حد ذاته أول حافظ تخلي الطفل ده يكبر وهو feeling confident about himself عموما وبالتالي السقة بالنفس بتيجي من أن الطفل يعبر عن نفسه من غير ما حد ما يحاول يحبطه أو بالضبط في مقولة بتقولك all emotions are valid يعني كل المشاعر مقبولة ردود الفعل هي المش مقبولة هي اللي لازم إحنا ناخد برنامينها فبالتالي الطفل لازم نسمح لهم إنهم يعبروا على المشاعرهم بكل حرية لما يعيط ما نسكتهوش اسكت ولا في إيه في أحيانا أمهات بتضرب ابنها عشان هو بيعيط فأمل هو يعني اسكت شيء إيه لأ ده كده أنت بتكبتيه بتعلميه إنه هو يكبت مشاعره بتقوليه إنه هو ما عندهوش الحق إنه هو يعيط فلما يكبر بيبقى شكلها عامل إزاي عشان بس الناس تبقى فهمة وجهة النظر إن الواحد لما بيكبر مشاعره بتظهر بطرق مختلفة لما بيكبر أكيد لما بيكبر ممكن تطلع في أشياء كتيرة جدا يعني المشاعر المكبوتة دي ممكن تطلع في تصرفات مثلا أبسط حاجة غضب تمام؟ أنماط سلوكية مؤذية أسهلها وأبسطها هي الغضب لاي إنسان غضبان بيعبر على كل حاجة بالصياح بيعبر على كل حاجة باليعني العنف بيعبر على كل حاجة يعني بسلوكيات اللي هي غير سليمة تمام؟ لأنه هو متعلمش إزاي يعبر فهمة قصدي؟ صح فهو هيسجان أدابت سلوكيات تانية عشان يطلع بيها المشاعر دي المشاعر دي لازم تطلع كده كده فإذا كان أنت معلمتهوش من هو صغير إزاي يطلع المشاعر دي فبالتالي هو هيلاقي أي حاجة تانية ممكن أغلبها تكون مش سليمة يطلع بيها كل اللي هو بيحسه صح وزي ما حضرتك قلتي أن الإنسان أكتر حاجة بيحبها أو بيرتح لها أن الشخص القدامي يكون شايفه زي ما هو حبه زي ما هو مقدر شعوره صحيح طيب يا دكري خلينا هنرجع تاني للحتة دي خلينا الأول نرجع لطفولتك زي ما أنت بتقولي أنت كنت عارفة مشاعرك حسة بيها هل كنت وقتها عارفة أنت عايزة تعملي إيه؟ كنت محددة حلمك من وقتها ولا اكتشفتي بالصدفة؟ عارفة السؤال ده حلو قوي يعني أنا بني وبينك عمري ما فكرت فيه بس وأنا دلوقتي قاعدة يعني بفكر اكتشفت يعني افتكرت أنه من وانا صغيرة كان عندي دفاتر كتير جدا ماما كانت بتعلمني أن أنا دايما أكتب مي دايريز وبا ذو واي يعني دي سيزا ماشي جورنالينج بزا في حاجة اسمها ثيرابيوتيك الجورنالينج أو الكتابة الاستشفائية اللي هي أصلا نوع من أنواع دلوقتي العلاج النفسي يعني يستخدموها في مدارس كثيرة من العلاج النفسي ليه؟ لأنه انت بكده بتطلع كل مشاعرك وكل أفكارك بتطلعها برا يعني حاجة أنك تطلع فأنا وانا صغيرة كنت دايما بكتب المذكرات بتاعي وعندي جورنال اسمه مسميها الدفتر الأزرق ومحتفظة بيه لحد دلوقتي كلهم محتفظة بيهم كلما رجعتونس كده بقرأ كنت كاتبة تصدقي أن أنا كنت كاتبة أنا عايزة أطلع بصي بتكلم مع نفسي بصغة الحاضر يعني أقول أنا خلاص بقيت دكتورة اختصاص طب نفسي أنا خلاص I'm living in the world لو أنت صغيرة ده من أنا صغيرة من أنا سن مراهقة كاتبة كده تمام أنا هعيش برا أنا مش هعيش في تونس أنا هكون طبيبة نفسي أنا هكون كاتبة تمام أنا هكون ليا صوت مسموع فكنت دايما I believed in this بجد جدا كنت مصدقة في نفسك وشايفة جدا وكنت شايفة أنه this is my aim my calling مفيش حاجة دانية في الدنيا أن أعملها غير دي بس ومع الوقت اكتشفت برضو أنه الناس يحب تسمعني فهمها في المطار مثلا أنا أحكيك حاجة ضحك عمري ما كنت مستنية مثلا في إسكال يعني هي الترانزيت إلا وقدامي مثلا يجي 11 نفر قاعدين مستنين دور ما عشان يجي بتكلمهم معي عارفة اللي هو بعد بتكلم معي وكل واحد يحكي لي مشكلته كده لو أنا جمعتهم دول قسم لها جيب الكتاب قد كده فأنا دايما عندي اللي هي الرغبة أن أنا أسمع وأساعد وأساعد الناس أنهم يفهموا نفسهم ويحلوا مشاكلهم حتى في الجامعة كده وهو ده اللي أنت بتعمليه دلوقتي هو ده الأساس وفعلا ما شاء الله عليه كيه نكحة جدا وناس كتير على السوشيال ميديا بتسمع لنصايحك وبالعكس بتعرفي توصلي المعلومة بشكل مبسط ولذي يزي يحس الشخص أنه عايز يبقى أحسن عايز يتغير الأحسن بس خلينا نتكلم على موضوع الجيرنالينج أو أن الواحد يكتب مشاعره سؤال بقى هو مش لما أنا أكتب مشاعري أوكي أنا بفرغ بس إفرد هي مشاعر سلبية مش ده بيسبتها يعني أحيانا الواحد يقضي يقول قعد أكتب الكلمة كتير عشان تثبت مش لو أنا كتبت مشاعر سلبية كتير ممكن يسبتها في حياتي وفي ذهني لا هي مش كده بنتفرغ بس أنت مش هتكتبها عشر مرات هي تفريغ إزاي يعني أنت مثلا لو عندك النجاة الفطاط دي تمام فكرة سلبية في دماغك أو ذكرة مش كويسة أعدم دايقاك أنت لما تديها طاقة تمام تديها طاقة صبغة واقعية إزاي لما تطلحها من دماغك تحطها في الألم وتحط الطاقة دي وتكتبها هي خرجت من دماغك أنت كده كأنك خرجتها صح كأنك أنت أنت تطلعت من دماغي فهي زي كأنك بتواسي نفسك أنا مش لوحدي في أفكاري أهي حطتها هنا فالأفكار ما بقتش لها السيطرة القوية اللي أنت كنت تظن أنها في دماغك لأ أنت تقدر تحكم فيها بالدليل أنك أنت مسكتها وطلعتها بره صح صح يدوها طاقة بالليل قبل ما يناموا صح يكتبوها في الورقة فخلاص هي كده خرجت فأنا بكرة الصبح هبص خلاص أنا عارف أنا هعمل النهاردة بالضبط وإنت كده بتنظمها برضو تمام وبردو بتديها فاليديشن أنا طلعتها كده كتبتها فخلاص تجاء 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 فهمني خلاص بقت حاجة يبقى سيريس أكتر طيب سؤال تاني دلوقتي كطبيبة نفسية يعني أنت بعد أن ما قدرتي الحمد لله تحقق الحلم ده واخترتي الطب النفسي ودلوقتي قادرة تساعد ناس هل الطبيب النفسي بيبقى واعي وملم بكل المعلومات لدرجة أن هو طول الوقت بيعرف يساعد نفسه ولا أحيانا بتعتلي برضو بصي أنا لسه في البداية يعني في بداية اختصاصي فبالتالي مدى تأثري بالحالات لسه موصلش لتلك المرحلة ولكن معروفة جدا أنه أي طبيب نفسي أو معالج نفسي تمام لازمه دايما هو كمان يعمل يعني سواء مثيرابي أو برضو عشان إحنا في الأول في آخر بشر والعلاقة ما بين المريض والطبيب هي علاقة تبادل يعني أنا من خلال كلامي مع البيشنس بتاعي والكلاينس بتاعي اللي أنا بساعدهم أنا بكبر معاهم كمان مش مجرد هما بس فاهميني أوكي إحنا بنتعلم إن إحنا نكون موضوعيين أكتر بنتعلم إن إحنا ما نتأثرش وما بنحكمش على المرضى بتوعنا وعلى العملاء بتوعنا وإحنا بنتكلم عشان نقدر نساعدهم على أكمل وجه بوجه احترافي ولكن في نفس الوقت الجروح اللي بتتفتح قدامنا دي إحنا برضو بشر صح خاصة إن حضرتك كنت بتقول إن إنتي عندي طول الوقت مشاعرك متصلة باللي حواليك بالنيتشر بالناس بالزبط بالزبط فهي بصي زي ما قلت لك العلاقة علاقة تبادل أنا من خلال كلامي معاكي أيوة أنا بديكي أيوة أنا بوجهك بساعدك ربما بعالجك ولكن أنا كمان باخد منك طب باخد منك كتير وبكبر معاكي عشان الثرابة يكون لها علاقة كبر يعني إحنا بنكبر مع بعض بناخد الحاجة وهي فيها علة تمام؟ أو فيها حاجة مكسورة وبنحول نصلحها مع الوقت حلوة كلمة مع الوقت عشان فيه ناس توقف فاكرة إن فيه حاجات ممكن تتصلح على طول أو إن أنا مجرد ما هيجي هحضر appointment أو اثنين ونتكلم إن خلاص كده أنا هعرف أحل المشكلة ما بيبقاش عندهم الصبر بإن زي ما الحاجة خدت وقت علشان تتكسر أكيد هتاخد وقت عشان تتصلح بالزبط أنت لخصيها هو هي كده بالزبط يعني الثرابة أي حد بيجيني تمام؟ بقوله كده ما تتوقعش إنك هي مش كحة هتاخد برشام وبكرة تبقى كويس لا هو يعني بروجرام كامل لازم وقت لازم تعرف إن الألم جزء من هذه الرحلة فلو حسيت به ده مش معناها إنك أنت مش بتخف لا هي زي الجرح كده الجرح وهو بيلتأم بيحمر وبتحس فيه إتشنج أحيانا تمام؟ بس هي دي عملية التشافي أي عملية تغيير وأي عملية تحرر أي عملية تشافي لازمها ألم الألم هو جزء من هذه المعادلة بس ممكن الألم ده يكون سبب إن البيشنت أو المريض ما يكملش لأن هو متعود إنه هو بيحبت ألمه أو بيسكتها فبالتالي ده يكون خوف بالنسبة له فيا دكتور إيه النحية التانية يعني غير الألم إيه النحية التانية اللي تشجع أي حد إنه هو يبقى عايز يبقى أحسن أو إنه هو عايز يغير حياته بشكل أفضل بصي أنا لما قلت الألم لازم أبين النقطة دي تحديدا أي حد بيجي ثرابي هو أصلا بيكونه تقلم تمام؟ كده كده فيه فرق ما بين الألم والمعاناة الألم زي كده أنا بقرس نفسي أنا حسيت بالألم وقتي بيروح المعاناة هي إنك تقبل الألم اللي أنت عايش فيه وتخليه دي هي المعاناة ده اللي بيوجع بجد لأ فإنت لازم أول حاجة تتقبل إن الألم جزء من المعادلة وثانيا تعرف إن الألم ده مش هيدوم أبدا وثالثا تتطمن لأنك في أيدي أمينة مع حد بروفاشنل بقتش لوحدك خالص فبالتالي هذا الألم حدته لن تكون أبدا زي ما أنت حاسسها لوحدك خالص 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 بجد وده الناس اللي بتكتشفوا مع الوقت تمام؟ ربما حتى من أول جلسة يحسوا بالراحة يحسوا بالإطمئنان أنا مبقيتش لوحدي في حد فهمني في حد بيقولي إنه اتسوكين أنا بحس كده إنه أنا مش إنسان مختلف فيه ناس كتير جدا زيي فهم قصدي؟ فهي دي أنا بسميها يعني جمال أو سحر لأي حد بيعاني لأي حد حاسس بألم أنت مش لوحدك بس أنت مسؤول دلوقتي أنك تاخد الخطوة البسيطة دي وتتصل بحد أنت عارفه عشان ياخد بإيدك ويوديك للناحية التانية بتاع حياة خالية من الألم بصي عايز أقولك حياة إحنا في مجتمعات للأسف تربينا إن الألم ده عادي جدا وإحنا هنعيش معاه تسوكين يعني بس اللي صعب الحياة يعني بالزبط هي مش كده ممال ليه الحياة ليه في ناس عايشة كويسة ومبسوطة فهم قصدي؟ ليه بنعود نحسدهم بس طيب ما تعيش زيهم ما هي قدامك موجودة الفرصة قدامك لازمها شجاعة بس يا دكتور في حد ممكن يقول لا أنا ليه أنا اللي مسؤول فلان هو السبب في الألم اللي أنا فيه ليه أنا اللي أصلح ليه أنا اللي أبز المجهود فهموا قصدي يعني فيه ناس بتحط الشماعة للتراما أو الصدمة اللي مرت بيها في حياتها وتكمل بيها بلومها على الآخرين دي اللوم ده هو اللي بيخلي أغلب الناس مش بتحرك من مكانها بتخليهم دايما عايشين في ده بصي أسهل حاجة في الدنيا إنه إحنا نلوم ناس أطراف تانية على الأشياء اللي حصلت لنا أيوة أنا مش بقول إنه الناس مش ممكن تكون ضحايا فيه ضحايا كتير جدا لتصرفات وحشة جدا مش ممكن أي حد يتخيلها تمام بس إنك إنت بس إنك إنت you keep giving your power للناس اللي أزوك ده بإيدك إنت فهمه؟ تخلي القوة بتاعتك دي عندهم دي بإيدك التشافي بتاعك بإيدك إنتي إنتي لازم تقرري إنه enough is enough دلوقتي أنا أقوى من كل اللي حصل لي وده حقيقي تمام؟ أي حد فينا أقوى من اللي هو من أي تأثير خارجي لما أنت you think وyou believe أنه أنت أقوى دلها يحصل هتلاقي نفسك فعلا أقوى في مقولة حلوة أوي سمعتها من قريب إن whatever you're not changing you're choosing اللي أنت مش بتغيره أنت بتختاره حلوة أو المقولة ده فهو ده اللي حضرتك بتقولي صح بس أنا بقى عايزة أكلم عنك أنت في الجرني بتاعتك إيه أصعب المواقف اللي أنت مريتي بها لكن الأول هنروح فاصل ونرجع لك وثاني ورجعنا لك وثاني ولسا مكملين مع الطبيبة النفسية وصانعة المحتوى الدكتور مها جرايتي أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك دكتور إحنا قبل الفاصل اتكلمنا عن الجرني بتاعتك واخدنا شوية نصايح كده لكن كنت عايزة أعرف إيه أصعب المواقف اللي أنت مريتي بها في خلال تجربتك كلها آه تجربتي طويلة عاوبي أبتدي بصي أصعب المواقف أعتقد أنه أول يوم كنت في المطار وأنا مسافرة روسيا أنا كنت ما بين عارفة في البرزخ ما بين حاجتين عشان تدرسي بار عشان أدرس الطب كان معايا 21 نفر في المطار تخيالي عيلتي كلها أصحابي كلهم جم أصحابي عشان أنا كنت هندسة قبل طب بايدووي حتى أصحابي من كلية الهندسة جم عشان يودعوني يعني وهم عارفين قد إيه أنا تعبت عشان أوصل إن أنا أقنع بابا عشان يبعتني أكمل دراستي بار فالوقت اللي أنا في المطار ده وأنا يعني بقى لهم باي باي وخلاص دخلة ده كان موقف سريالي فأنا بودع الماضي وريح على المستقبل اللي أنا اخترته وقلبي ما بين الاتنين تورن ما بين مستقبلي وحلم اللي بيتحقق ده فجأة وأهلي اللي هم حبي وأصلي ويعني أنا جزء مني كبير جدا خليتوا معاهم وقتها إزاي خليتي موقف زي ده يكون دافع ليك إن أنت تحقق حلمك وتجبري وترجع لهم بالسلام بصي أنا علاقتي بأبوي علاقة قوية جدا تمام فإجاباتي على سؤالك ده تحديدا بابا لما جاب لي الباسبور بتاعي وحطهولي في إيدي وقتها وعلي فيزت روسيا أوكي كنا مع بعض كلنا في المركز الثقافي الروسي وكانوا معايا زمايلي اللي هيسافروا معايا قدامهم كلهم قال لي جملة عمري ما أنساها وهي ده كانت تدافع قوي جدا لسنوات حياتي كلها في روسيا قال لي يا مهة ده مش بس بس باسبور للسفر ده باسبور الحياة أنا عايزك تروحي وتجبيلي شهدتين شهادة الطب وشهادة الحياة عايزك تتعلمي عايزك تقومي تغلطي تقعي بس في الآخر ترجعي لي إنسانة مخضرمة بنتي اللي أنا عارفها وبنتي مرى بألف راجل قال لي كده فالجملة دي أكيد ما سابتش زهنك ثانية خالص ولا سابت زهن صحو زنايلي على فكرة لمدة السنوات دي كلها أمت حضنته على طول فثقة بابا وأمي ربي يخليها فيه هما الاثنين وتعابهم عشاني يعني أنا مما بابا بابا مهندس وأمي مدرسة فإحنا عائلة سوق المتوسط هم عمل مستحيل عشان يعيشون يعيشة يعني ولا أروع ثقتهم في ويعني مدى العطاء اللي هم الدهولي اللي أغرقوني به ده كان الحافز بتاعي الأول والأخير يعني إلى يوم من هذا إلى يوم ما أموت يعني أنا بشكرهم جدا على كل العمل وعشاني ربنا يخليهم لكي رب والحقيقة إن غير تعابهم عشانك إن أنت شايفة تعابهم ده ده في حد ذاته حاجة كبيرة جدا أكيد إن الواحد يقدر ويشكر ويبقى جيتفل لكل اللي هو مر به أكيد وكل حاجة أهله أو اللي بيحبوه قدمهوله دي حاجة كبيرة جدا معظمة جدا أكيد طيب يا دكتور بما أنك اكتشفت حلمك وحققت حلمك وحققت شبافك الحمد لله خلينا بقى ناخد شوية نصايح عن الواحد يعرف نفسه إزاي وإزاي معرفة النفس بتؤدي إلى معرفة الشغف أو الحلم الواحد يقرأ دلوقتي السورس الوينفرميشن تغير شرعية بالضبط فأنت لازم تكون سيلاكتف أكتر عايز تسمع مثلا بودكاست عايز تختار حتى لو تسمع أديوبوك بس المهم أنك ما تسبش دماغك فاضية ما تسبش دماغك أنه أنت مثلا تبقى فريسة سهلة للفومو عارفة الفومو ده ده بيجي لأغلب الناس اللي بتكون فاضية فاضية بمعنى أنه أنا مش عارف نفسي أنا مين فبالتالي هيبقى زي المسخ اللي هو تتقذفه الأهواء أنا روح من هنا عرفت ريح توديني وريح تجبني فاهماني فالقراءة بتخلي الواحد يبقى عنده معرفة بنفسه ولا قراءة كده معينة القراءة عموما يتبقى عندك معرفة المعرفة ده ركيزة بقى أنت عندك حاجة عارفة اللي هي موجودة عندك أنا إنسان مثقف أنا بقرة This is what I do فاهمة قصدي فدي ركيزة أنت بتسند عليها أول حاجة أقول لك حاجة أنا أمجا أنا بي honest I've never been the most beautiful ما بين صحابي أوكي لو ما نزال أمر حبابتي أما قلتش أنا مش beautiful the most beautiful أوكي بس I've always been أكتر واحدة مثقفة أي مكان بدخله عمري ما بأحس أن أنا أقل من أي حد لأن أنا عارفة أنه أي حد هيسألني حاجة أمجا أنا يعني أكون عارفة أي حاجة يعني عارفة اللي هو I'm gonna break the silence by saying some some sort of joke فيها معلومة معينة فبالنزمالي أنا العلم الثقافة ده سلح كبير جدا مش لازم أي حد يتهاون به دي ركيزة ركيزة البنت وركيزة الشاب اللي اتنين فدي نصيحتي رقم واحد القراءة ثم القراءة ثم القراءة مش قادر تقرأ اسمع واختار أنت بتسمع مين واختار أنت بتقعد مع مين أنا لما أختار صحابي ديني أنت صحابك مين هقولك أنت هتكوني مين بعد فين ومين وبتعملي إيه بعد خمس سنين من دلوقتي لو ربنا أدانا العمر بس ممكن حد يقولك لأ أنا بعرف أسيطر على نفسي فكذا كذا عايدي يعني أنا هفضل زيما أنا مش هضايق ليه سوبرمان مفيش حد كذا كلنا كلنا بنتأثر باللي حوالينا كلنا بنتأثر سواء شيئنا أم أبينا باللي حوالينا ودلوقتي بقت كتيرة جدا أكتر حد بيركز في الدنيا ممكن بسهولة أنه هو يعني يتأثر إحنا بشر وإحنا كائنات اجتماعية بطبعها والاجتماعية معناها انتراكشن والسوشيال ميديا مبنية على الانتراكشن فإحنا لازم نعرف with whom we interact صح إزاي we interact وإيه اللي بيدخل لدماغنا أكتر عشان في حاجة the addiction that nobody talks about النوع بتاع الإبنان المحدش يتكلم عنه دولاتي هو إدمان السوشيال ميديا صح بقت الناس كلها شبه بعض بيتكلموا كلهم بنفس الطريقة the same slang نفس طريقة الكلام نفس طريقة الميكوب the same craze مفيش شخصية مفيش أصالة أنا بقول إنه دلوقتي it's the time of authenticity عارفة؟ زمان كانت الناس كل لها أصيلة فالأصيل ده عادي دلوقتي الأصيل بقى إنسان لا ده الله بصوا أهو شايفين إزاي ده ده على طبيعته قوي الله ليه؟ طب ما خلاص؟ أوكي؟ ده كويس؟ اختار إنك أنت تكون على طبيعتك وخلي الناس تشاور عليك وعشان أبقى على طبيعتي أبتدي أقرأ وأبتدي أثقف نفسي أكيد فهيبقى عندي معلومات أبتدي من خلالها أعرف نفسي أنا بس لحاول بصي إحنا مولودين بنتولد صفحة بيضة تمام؟ بنبتدي ناخد المعلومات من أهلنا ثم من تجاربنا مظبوط ثم من المدرسة من كذا فأنت كده بتتعرف إيه كده كده بتكون عارف أنت الحاجة اللي أنت مايل لها أكتر يعني كده كده الواحد بيبقى عارف نفسه بس ما عندوش الوقت أو ما خدش الوقت أنه هو يعني يعترف بصفاته أو يعترف بنفسه آه بصي إحنا كلنا إنك تعرف نفسك يعني إيه ما وإنت لازم تكون واعي برضو بتصرفاتك تمام؟ تصرفاتك يعني تشوف ردود أفعالك إيه فأنت عارف اللي بتحبه من اللي مش بتحبه يعني أنا مثلا تفتح الأحمر ومش بحب الأخضر صح فدي كمان البرفرنسيز بتاعك ميولاتك دي جزء من تعريفك بنفسك يعني هواياتك دي جزء من تعريفك بنفسك صح فهم قصدي آه علاقاتك وشكل العلاقات أنماط العلاقات اللي بتدخل فيها جزء منك فأنت تعرف نفسك دي كلمة كبيرة جدا جدا إحنا ممكن نعود سنين طويلة لو إحنا بنحاول نتعرف صح والحاجة الحلوة هنا إنه إحنا مش مطالبين إن إحنا نكون شخص واحد فقط يعني ممكن نكون أي حاجة إحنا عايزينها المهم إن إحنا نبقى حقيقيين نبقى حقيقيين ونحاول الحياة عبارة عن محاولة لما تبطل تحاول خلاص في ناس بها بتخاف تحاول عشان ما تفشلش بالزعب حضرتك بقى تقول لهم إيه تنصحيهم إيه أنا بقول إنه إنك إنت أصلا تفشل معناها إنك ما حاولتش ده هو مش إنك تحاول ده معنى الفشل ده معنى الفشل يعني إنك ما حاولتش طب خلاص هنقعد دايما في نفس المكان لو كانت كل لو كانت دنيا مبنية على هذا القانون كنا زماننا لحد دلوقتي ما فيش عربيات وعايشين نفس عيشة يعني رجال الكهف فهمة إنما الدنيا مبنية على محاولات ومحاولات تبوء بالفشل مرة واثنين وثلاثة وألف إلى أن تأتي النتيجة اللي إحنا محتاجينها واللي الحياة محتاجاها عشان تستمر فما طالما عجلة الحياة تدور فإحنا كمان لازم ندور معاها أبو القاسم الشابي شهير التونسي ماذا يقول ومن نام لم تنتظره الحياة فبالتالي لو أنت قعدت نايم نايم مش معنى أنك نايم 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 مش بتتحرك يعني مش بتحاول مش بتعمل وممكن على فكرة يبقوا جواهم تموح بس هم خايفين يجربوا خايفين بالضبط اسأل نفسك حاجة واحدة بس إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو أنا جربت هفشل يعني مش هيتحقق حاجة ربما أنت كده كده مش محقق حاجة صح فإنت دايماً اسأل نفسك السؤال ده أنا إيه اللي هخسره لو أنا حاولت ثم يقف الكلام عند ده واسأل نفسك برضو هل أنا راضي عن نفسي في اللحظة دي؟ وإنك أنت عايز تتطور ده مش معناه أنك مش راضي لأ عشان في ناس كده كتير جداً بتخلط مفهوم الرضا تمام؟ والرضا بما كتبه الله ولنا بمفهوم الطموح لأ أبداً إنك راضي ده معناه أنك أنت متقبل اللي أنت فيه أوكي تمام قوي بس بطمح دايماً للأحسن بحاول أسعى للأفضل بحاول تسعى للأفضل ده لا يقلل من رضاك بالعكس يعني أنت راضي دلوقتي وهتبقى راضي بعدين طيب دكتور حلمك الجاي إيه؟ ها حلمي الجاي إيه؟ بصي حلمي إنه أولاً أتمنى هذه أمي وليست حلم إنه الصحة والعافية ربنا يمنها علي وعلى ابني وعلى أمي وعلى أمي وعائلتي كلها وزوجي طبعاً تمام؟ أتمنى هذا لأنه الإنسان فعلاً لو فقد صحته ما قدرش لا يقدم للأدام ولا يرجع حتى الورا هيقعد في مكانه ثم عندي كتاب إن شاء الله هينزل في معرض القاهرة للكتاب يارب إن شاء الله ألحق أكمله إن شاء الله يعني عن طوبي كل متابعيني بيطلبوه مني هيكون عن صدمات الطفولة فالكتاب ده أنا حطيت فيه جزء كبير من روحي جزء كبير من تجاربي أنا الشخصية يعني كنت صادقة ألف في المائة فأتمنى إنه الكتاب ده أولاً يساعد الناس كتير جداً يبعث الفرحة والإطمئنان لأي حد هيقراه وثانياً طبعاً ينتشر عشان أنا عايزة ما يبعث كتير بالفرحة إن شاء الله يا دكتور ومن نجاح لنجاح وإن شاء الله تشوفي النجاح ده في الكتاب إن شاء الله يا عايش مرسي جداً لكي عايشة كنتي كمان يا عايشة مرسي وده كان حلم دكتور مها ونشوفكو في حلقة جديدة مع حلم جديد مرسي جداً لكي مرسي جداً لكي مرسي جداً لكي اشتركوا في القناة